اشتركوا في القناة وقال هاينز في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا لا اعتقد ان الدور الامريكي هو الخيار الافضل لميسي واضاف ما فعله ميسي قد تم بالفعل فقد صنع التاريخ في برشلونة ومن الان فصاعدا نريده ان يفعل ما يريد وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي وتحوم الشكوك حول استمراره في الكامبنو لفترة اخرى وارتبط اسم ميسي كذلك بالانتقال الى احد ناديي باريس انجرمان ومنشستر سيتي باعتبارهما الاكثر قدرة على دفع راتبه هجم اخوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة اللجنة المكلفة بادارة شؤون النادي وسلطات كتالونيا لعدم اجراء الانتخابات في موعدها وانتقد لابورتا حكومة اقليم كتالونيا وبروسيكات خطة الحماية المدنية الكتالونية والادارة المؤقتة للنادي بعدم ابداء الاحترام الكافي لكيان برشلونة فيما يتعلق باجراء الانتخابات ودعا لابورتا اعضاء النادي الى الذهاب للتصويت شخصيا في السابع من مارس لانهم يستطيعون القيام بذلك من خلال شهادة المسئولية الصادرة من حكومة اقليم كتالونيا واعتبر انه اذا كان بامكانك الذهاب لتجمعات الانتخابية لانتخابات البرلمان الكتالونية فيمكنك ايضا الذهاب للتصويت في انتخابات النادي وقال لابورتا انها اهم انتخابات في تاريخ النادي بسبب الوضع الاقتصادي الاكثر صعوبة ويجب ان تكون اكثر شفافية اقتحم ماركوس الونسو لاعب تشلسي دائرة خيارات برشلونة لتدعيم الدفاع في الصيف المقبل بحسب تقرير صحفي كتالونية ويسعى البرسا لتعزيز مركز الظهير الايصر والذي يمتلك فيه حاليا كل منه جوردي الابا والذي يشارك بشكل اساسي وجونيور فيربو الذي لم يقدم ما يقنع وبات قريبا من المغادرة وبحسب صحيفة موندو دي بورتيفو فقد بات ماركوس الونسو ظهير ايصر تشلسي من المرشحين للعب في صفوف البرسا وخرج الونسو من حسابات المدير الفني السابق لليبلوز فرانك لامبرد هذا الموسم وكان هناك اتجاه لرحيله خلال يناير الجاري قبل اقالة الانجليزي وقدوم المدرب الالماني توماس تخيل وسينتظر برشلونة معرفة موقف الونسو من المشاركة مع تخيل قبل تحديد مدى امكانية ضم لاعب في هذا العمر وكانت تقارير صحفية قد تحدثت مؤخرا ايضا عن رغبة النادي الكاتلوني في التعاقد مع لويس جايا ظهير ايصر فالنسيا والذي يعتبر من الافضل في مركزه باسبانيا حاليا وصل ريا المدريد تحضيراته لخوض مواجهة ليفانتي يوم السبت المقبل في اطار منافسات الليجة وقاد ديفيد دي بيتوني المدرب المساعد الميران في ظل غياب الفرنسي زيدان بسبب اصابته بالكورونا فبحسب صحيفة ماركا فان لوكاس فاسكيز انضم لقائمة المصابين التي تضم رودريغو وفيلفيردي وراموس حيث ادى تدريبات منفردة في صالة الالعاب الرياضية واضافت فاسكيز عن من انزعاج في الساق اليمنى وتوجد شكوك حول لحاقه بمواجهة ليفانتي مع عودة كارفاخال من الاصابة يمكن لزيدان منحه الراحة بعدما لعب ستة عشر مباراة متتالية وافادت بان انزعاجات فاسكيز ليست خطيرة لكن زيدان لن يغامر به ومن ناحية اخرى سيكون مفيدا اراحته بعد كل المباريات التي لعبها اعلن ريال مدريد عن رحيل لعبه النرويجي مارتين اوديغارد لصفوف ارسنل على سبيل الاعارة وقال النادي في بيان رسمي اتفق ريال مدريد وارسنل على اعارة اللاعب اوديغارد حتى نهاية الموسم يذكر ان اوديغارد خرج من حسابات زيدان المدير الفني للفريق واصر على الرحيل هذا الشتاء من اجل الحصول على فرصة اكبر للمشاركة واشارك اوديغارد منذ بداية الموسم في تسع مباريات فقط في مختلف المسابقات ولم يسجل او يصنع اي هدف فدت صحيفة موندو دي بورتيفو ان ريال مدريد عقد جمعيته العمومية عن بعد لعرض حسابات الشركاء الناخبين والموافقة على السنة المالية للموسم الماضي وهذا الموسم وبحسب الصحيفة فان مسؤولي الريال اوضحوا ان النادي تأثر كثيرا بالازمة الاقتصادية ناتجة عن كورونا لترتفع ديونه في السنة المالية الماضية واشارت لان الريال كشف للاعضاء انه في نهاية الموسم الماضي بلغ اجمال ديون النادي 901 مليون يورو وصافي دين 355 مليون يورو دون احتساب تطوير ملعب السانتياغو برنبيو والذي يبلغ صافي ديونه 114 مليون يورو اما بالنسبة للمقارنة مع ديون برشلونة فان 355 مليون من صافي ديون المذكورة اقل من مبلغ 488 مليون يورو الذي يتراكم على برشلونة لكن الفارق يقتصر على زيادة اعلى قليلا من 30% لذلك على الرغم من حقيقة ان وضع برشلونة ليس جيدا مثل وضع الريال فان وضع الثاني ليس مزدهرا ايضا حدد يورجن كلوب مدرب ليفربول موقف جاردن هندرسون وجويل متيبة من خوض المباراة المقبلة بالدور ضد توتنهام يوم الخميس وغب هندرسون عن اخر مواجهتين لفريق ليفربول بسبب الاصابة بينما تمت اراحة متيبة في مباراة الفريق التي خسرها امام منشستر يونايتد في كاس الاتحاد بعد ان عاد لتوه من اصابة في العضلة الضامة وقال كلوب تدرب هندرسون ومتيبة مع الفريق امس بشكل كامل وضاف كالمعتاد في مثل هذه الامور يجب ان نرى كيف يتفاعلون وما يمكنهم فعله اليوم ولكنهما تدربا ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري حيث تراجع الفريق من المركز الاول بعد ان فشل في تسجيل اهداف في اربع مباريات متتالية في المسابقة افادت صحيفة كوريرو ديلا سبورت بان الارجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان وافق على تخفيض راتبه من اجل البقاء مع النيراتزوري ويرتبط لوتارو بعقد مع انتر ميلان حتى صيف 2023 لكن هناك اتفاق على تمديده لموسم اضافي وبحسب الصحيفة فقد تم الاتفاق لتوقيع عقد جديد ينتهي في صيف 2024 مع وجود شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو واضافت ان الوتارو لا يمانع الحصول على راتب سنوي قدره 5 ملايين يورو في الموسم بعدما طلب 7 ملايين يورو في البداية يذكر ان الوتارو كان هدفا لبرشلونة في الصيف الماضي لكن الصفقة لم تتم بسبب معاناة النادي الكاتلوني المادية قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان نزلتان ابراهيموفيتش تقدم بالاعتذار بعد طرده خلال الخسارة مما غريمه انتر ميلان في كاسيطاليا ومنح ابرا التقدم بهدف للميلان قبل ان يسيطر التوتر على الاجواة في سانسيرو وتشاجر ابراهيموفيتش ولوكاكو الزميلان السابقان في منشستر يونايتد وتبادلاء الكلمات الغاضبة في نهاية الشرط الاول قبل ان يتدخل اللاعبون لتهديئتهم مع الخروج من الملعب واشر الحكم البطاقة الصفراء لللاعبين قبل ان يتلقى ابرا بطاقة اخرى بسبب خطأ ضد الكساندر كولاروف ليخرج مطرودا في الشوط الثاني وهي اول مرة ينال فيها بطاقة حمراء في اوروبا منذ طرده مع باريس جرمان امام شلسي في مارس 2015 وقال بيولي لقد اعتذر مثل البطل العظيم لقد تأثر بشكل مبالغ فيه برغبته في مساعدة الفريق لم يكن من السهل الصمود بنقص عددي لقد كان الضغط قويا من الانتر اكد رودي غارسيا مدرب ليون ان فريقه جاهز لمواجهة بوردو يوم الجمعة ضمن منافسات الدور الفرنسي وقال غارسيا بوردو فريق جيد للغاية ومن الصعب التغلب عليه خاصة انه يعتمد اسلوبا منظما ولديه جودة خاصة واضاف بالتالي علينا ان نكون جاهزين بنسبة 100% حتى نكرر انجاز الدرب الماضي واكد يجب ان نضع اللاعبين في افضل الظروف للتعبير عن انفسهم وتقديم مردود جيد امام بوردو من الممكن تغيير اسلوب اللاعب خاصة انه لا ينبغي ان يكون مكشوفا للخصمة وعن اسلام سليماني اوضح اسلام كان بحاجة الى استعادة مستواه البدني خاصة انه عانى من نقص المنافسة في الفترة الماضية انه يتحسن الان وتابع انه لاعب ذكي للغاية على ارض الملعب ويحاول دائما التألق وتقديم الاضافة واكمل لديه رؤية جيدة للغاية للعب وسيتعين عليه الوصول للشباك للتحرر خاصة انه متحمس للغاية شاركنا برأيك شاركا برأيك شكرا شكرا شكرا